بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى شرح المرسلين نواصل اليوم شارتار 7 نشوف الليكتشار 7-2 نشوفه اللي هو Principle of Kinetic Energy Application of Principle of Work and Energy Power and efficiency أولا نشوف Principle of Kinetic Energy هنا عندي كتلة M تتحرك طبعا من A1 إلى A2 تأثر عليها قوة فورس F هذه الفورس نقسمها إلى قسمين جزء يكون مماسي ليه Ft وجزء يكون في النورمال نسميه Fn طبعا اللي ماشي في اتجاه المماس يتحرك هنا نسمي هذا اللي هو ال S على المماس ال FFT القوة اللي هو موجودة على المماس تساوي الكتلة في التسارع التسارع يساوي dv على dt معروف هنا ودنا نضرب في ال ds نقسم عليها هل هذا يغير شيء لا لكن لاحظ ال ds على dt هذي لأنه أنا هنا تغير بالنسبة للزمن ds على dt هذي هذه تساوي إيش؟ تساوي السرعة اللي هي V إذن صارت عندي M V هنا عندي هذي dv على ds dv على ds فوقت معي لكن ال S هذي لاحظ هذي mv dv mv dv ال S تروح الطرف الثاني هنا إذن F ودنا نقامل من H من A1 إلى A2 من A1 إلى A2 من A1 إلى A2 من S1 إلى S2 تساوي F هذه معروفة أنها تساوي H تساوي الwork من 1 إلى 2 التكامل M إذن تطلع برفة التكامل لأنها يبقى عنده V dv V dv هي تكاملها 1 على 2 V سكوير لكننا نقامل من H من V 2 إلى V 1 هذه الهدل 1 على 2 mv sq هذه معروفة ومعروفة أن هذه الكهنة كنت أرجع لكن هنا لدي V 1 sq اللي سميها T1 وهذه لدي هنا فيه two square نسميها اللي هي T2 إذن الwork من واحد إلى اثنين يساوي T2 minus T1 ولكن الwork of the force F أنه يساوي أشياء يساوي التغير في الكاينتك أنيرجي الوحدة تبعه تساوي لاحظ مباشرة mv square m الكتلة m على second هذا اللي هو تصل يصير عندك نوت الميتر وتسمى بالجوه المعروف هل بدنا نشوف application of principle of work and energy نحن بدنا نجيب إيش سرعة هذه الكتلة الموجودة عندنا هنا لما تكون عند A2 لما تكون عند A2 هي تحركت من A1 إلى A2 طبعا هنأخذ بالاعتبار اللي هو work and kinetic energy لاحظ هذه الفورس P الموجودة عندنا هنا هل لها work لا لا لها work ليش لأنها باتجاه نورمال الـ P هذه في تجاه نورمال لكن الـ weights ليه ليش لاحظ نحن قلنا أنه الـ weights أنه لما لو بدك تجيب الـ energy تبعه أنه تساوي W مضربة في delta Y صح؟ delta Y هنا نحن تتقل من A1 إلى A2 هذا اللي هي اللي هي الـ L الموجودة عندي هنا اللي هي طول السلك إذن الـ W مضربة في L هذه هي الـ energy تبعا الـ weight وبعدين تساوي الفرض بالكينتك انرجي لاحظ هذه واحد على اثنين هذه كلها ام واحد على اثنين ام V2 سكوار ناقص صفر ليش الصفر لانه T1 هنا السرعة كانت كام الفي كانت تساوي صفر اذا كانت بدأت من السكون اذا لاحظ هنا بقيت عندي هنا V2 سكوار تساوي كام تساوي لاحظ W مشات مع ال W 2J تروح للطرف الثاني اذا V2 تساوي الجذر التربية تبع ال 2J L الفرص اللي زي ال P هنا الفرص اللي ما لها وارب نحن ما رح ناخدها بالاعتباء اذا ودنا ايش ودنا نجيب لحظة هنا عند A2 احنا قلنا المهم عندنا هنا عند A2 ودنا هنا نطبق ايش ما رح نطبق الكينتك انرجي لا رح نطبق نيوتن ونقوله انه مجموع القوى في اتجاه النورمل في اتجاه النورمل واتجاه السنتر هنا انه يساوي P-W ويساوي M A N لكن A N هذه معروف انها تساوي V2 لان انا عند 2 على L L اللي هو نصف القطر هنا اوكي نجيب W هذه للطرف الثاني صارت عندي هنا الفي 2 سكوير هذه شفناها من السلايدر الماضي انها تساوي 2 J L لاحظ هنا W J هذه رحت مع J وال L رحت مع L ويساوي W هنا 2 W مجموع يساوي 3 W ويساوي اذا P الشد في السلايدر يساوي ثلاثة من ال weight ويساوي نشوف ايش هي power rate at which work is done يعني هذه هي ال work اللي عندي اذا قسمت على الزمن اللي استغرقه هيعطيك اللي هي power work هنا يساوي force مضروف في DR DR اذا قسمت على DT هذه تعطيك velocity اذا كمان ممكن تقول ان power يساوي velocity مضروبة في force اذا وحدته هي newton meter per second square او هو معروف انه وحدته كمان هي joule per second اللي هي watt mechanical efficiency تساوي ال work اللي هو الطالع من السيستم اللي عندك على work اللي انت عطيته او اللي دخلت على السيستم نفس الشيء يساوي power الطالع من السيستم اللي عندك على power اللي دخلت للسيستم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة